ما بين تبغتر الفائزين وصخط الخاسرين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في بداية أيار الماضي يعود الحديث إلى استيقاظ موجة العنف مجددا في العراق بعد أن خمدت نارها لفترة امتدت من انتهاء أزمة استفتاء كردستان العراق وحتى إعلان نتائج الانتخابات من قبل المفوضية النتائج رفضها الكثير من السياسيين بداع التزوير سواء أولئك الذين لم ينالوا إلا القليل من المقاعد أو الذين لم يجنوا أي مقعد يذكر رغم دعاياتهم التي أنفقت عليها أموال طائلة فما أن يخسر الخاسر في انتخابات عراق ما بعد الاحتلال حتى يخرج على وسائل الإعلام يهدد ويتوعد أو يبشر العراقيين بحروب أهلية لا نهاية لها موقع ميدل إست آي البريطاني تحدث عن مخاطر ما بعد إعلان نتائج الانتخابات وقال إن المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات رجحت وقوع مزيد من العنف في العراق بسبب أزمة تزوير النتائج أزمة ترافقها انقسامات سياسية قد تفضي إلى صدامات مسلحة لسيما في المناطق المتنازع عليها المخاوف من وقوع حرب جديدة على الأرض بين أطراف الصراع السياسي تتصاعد في ضوء جدل بشأن شرعية الانتخابات الذي من شأنه أن يفضي إلى فراغ سياسي يهدد الاستقرار الأمنية الهشة أصلاً المشككون في نزاهة الانتخابات ذهبوا في اتجاهات عديدة أبرزها تحريك البرلمان والتصويت على إعادة الفرز يدوياً معتبرينه حلاً يرضي الجميع وفي المقابل يدعو الفائزون في الانتخابات الأطراف الخاسرة إلى قبول النتائج وعدم التصعيد وما بين مناكفات المتصارعين على مقاعد البرلمان رأي مرتقب من المحكمة الاتحادية يفترض أن يكون الفيصل بعد أن رفضت مفاوضية الانتخابات قرار البرلمان بإعادة العد والفرز الإدوي وإلغاء مئات المحطات الانتخابية في الداخل والخارج وفي دوامة هذا الجدل تتزايد التوقعات بأن يتحول صيف العراق الحالي إلى فصل ملتهب عنوانه صراع سياسي مسلح يستنزف المزيد من أرواح العراقيين